بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي طلبة الفيزياء النووية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفصل سنتعرض إلى أهم المصطلحات وأهم الموضوعات في الفيزياء النووية وهذه المحاضرة ستكون عبارة عن وصف لمادة الفيزياء النووية وتوزيع محتويات هذه المادة على الأسابيع فبداية هذا المساق هو عبارة عن مساق للسنة الرابعة والمتطلب السابق لهذا المساق هو عبارة عن الكمية رقم واحد لكن يفترض أن تكون الكمية اثنين هي المتطلب السابق لكن مرات لضيق الوقت وضعنا أن الكمية واحدة هي المتطلب السابق فقط الآن في هذا الكورس سنذكر الكورس ديسكريبشن اللي هو وصف هذا المساق والموضوعات الرئيسية التي سنغطيها في هذا المساق وسنقطي ما يسمى النوكليار براپارتيز اللي هي الخصائص النووية ثم سنتعرض إلى الديوترون وهو عبارة عن أصغر نظام نووي معروف أصغر نظام نووي معروف نوكليار مدرز اللي هي النماذج النووية التي حاولت أن تفسر بعض الخصائص النووية ومن أهمها اللي هو نموذج قطرة السائل والشير موذل اللي هو نموذج القشرة نموذج قطرة السائل هو نموذج شبه كلاسيكي الشير موذل هو عبارة عن نموذج كمي نموذج كمي بحث سوف نتحدث عنها في وقتها ثم سننتقل إلى ما يسمى نوكليار ريديو اكتيفتي اللي هي الإشعاعات النووية الإشعاعات النووية ومنها الألفة والبيتا والقاما ديكايز نوكليار ريأكشن سنتعرف عليها تقريبا في أواخر هذا الفصل إن شاء الله ومنها الفيشن والفيوجين ريأكشن طبعا في هذا الكورس هناك بعض الأهداف التي يفترض أن نحققها ومن هذه الأهداف التي موجودة هنا هي عبارة عن ستة أهداف acquire the knowledge of nuclear physics properties اللي هو أن يتحصل الطالب على معرفة بعض الخصائص الخصائص الفيزياء النووية أو بعض الخصائص النووية بعض الخصائص النووية وهكذا أترك لكم هاي اللي دراستي وهناك ما يسمى learning outcomes اللي هي مخرجات التعليم ماذا يتوقع من الطالب بعد أن ينهي هذا المساء؟ لكل هدف هناك مخرج تعليمي مخرج تعليمي يفترض أن الطالب أن يحقق هذا المخرج التعليمي الآن يا جماعة توزيع المادة توزيع المادة طبعا الكتاب أنا ما أتحدث عن الكتاب يجب أن أتحدث عن الكتاب بالأول الكتاب هو عبارة عن introductory nuclear physics مقدمة في الفيزياء النووية والمؤلف هو عبارة عن crane 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 كتاب مشهور جدا لكنه يعني يفتقر إلى كثير من يعني يفتقر إلى التفصيلات الرياضية تفصيلات رياضية ما في تفصيلات رياضية واسعة هو يعطي المعادلات بدون تفصيلات في أغلب الأحيان هذا الويبسايت هو ويبسايت ممكن يرجعك إلى الكتاب هذا الويبسايت رجعك إلى الكتاب هناك extra references اللي هي عبارة عن كتب ممكن أنك تبحث عنها عن طريق الويبسايت الآن محتويات هذا المادة اللي هي أول ثلاث أسابيع سندرس chapter 3 اللي هو introductory to nuclear physics and nuclear properties nuclear physics and nuclear properties سندرسها وراحين مرات نركز عليها هذا الشابتر حقيقة حقيقة شوية ثقيل فيه نوع من الزخم لأنه راحين نتعرض على معظم معظم تفاصيل الفيزياء النووية هنا المعظم تفاصيل الفيزياء النووية هنا اللي راحين نستخدمها لاحقا في الشابتر اللاحقة الآن chapter 4 سندرسه ضمن الأسبوع الرابع اللي هو عبارة عن ديوترون نوكليوس اللي هو ذرة ديوترون وذرة عفوا نواة الديوترون نواة الديوترون هي عبارة عن الهايدروجين الثقيل اللي فيها بروتون ونيوترون زائد الكترون آآ الشابتر من خمسة إلى ستة سندرس نوكليار اللي هو اللي هو نموذج قطرة السائل النووي ونتعرف عليه هذا عبارة عن نموذج شبه كلاسيكي ثم ننتقل في الأسبوع السابع إلى الثامن عبارة عن اللي هو نموذج القشرة النووي ثم ننتقل في الأسبوع التاسع إلى شابتر نموذج سيكس اللي هو عبارة عن نوكليار راديو اكتيفتي الإشعاعات النووية والإضمحلالات النووية وسندرس القوانين الخاصة بها وهي قوانين على فكرة هي قوانين إحصائي قوانين إحصائي سندكر ذلك في في ذلك الوقت شابتر 8 سندرسه في ضمن الأسبوع العاشر طبعا ضمن الأسبوع العاشر سيكون هناك الميت تيرم وسيحدد أعتقد من قبل القسم أيضا سننتقل بعد ذلك إلى شابتر نمبر ناين في الأسبوع الحادي عشر وسندرس نوكليار بيتا ديكي نوكليار بيتا ديكي أضمحلال بيتا الأسبوع الثاني عشر سندرس أضمحلال قاما في الأسبوع الثالث عشر أعبارة عن نوكليار رياءكشن نوكليار رياءكشن أخبرنا وسننتقل في الأسبوع الرابع عشر إلى نهاية الفصل إلى نوكليار فيشن الذي عبارة عن جزء من نوكليار ريائكشن نوكليار فيشن ان فيوجين ننتعرف على التفاعلات النووية اللي هي المصة للحرارة والطاردة للحرارة وهكذا في هذه الفصول إذن هذا عبارة عن توزيع مادتنا على الأسابيع أسابيع هذا الفصل نأتي إلى التقييم Assignment or Assignment في Assignment في عندنا الهومور سنضع عليها 20% من العلامة أعطيكم هومور ممكن يكون يتخللها كوزات وأعلن عنها في عندنا هنا بدل السكند تيرم اللي هي الميد الميد تيرم هذا في الويك نمبر 10 تقريبا يحدد من قبل القسم أعتقد فسيكون عليه 30% من العلامة والفاينل إكزام سيكون عليه 50% من العلامة هاي بالنسبة لمادتنا لهذا لهذا الفصل فالمحاضر القادمة سنبلش أو سنبدأ بالفيزياء الفيزياء الخصائص النووية للجسيمات عفوا للفيزياء النووية أعطيكم العافية ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر